هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي أهلا وسهلا فيكن بأول حلقة من بودكاست تابو معي أنا وردي بوظاهر من خلال هالمنصة رح نحكي عن موادع نفسية واجتماعية بعض المجتمع العربي بيتجنب يحكي عننا وهي الحلقة عن اتراب فناء القطب ومعي دكتور ميشال نوفل معالج نفسي مرخص، طبيب ونائب رئيس جمعية علم النفس بالشهر الأوسط دكتور ميشال شكراً لو وجودك معي بالحلقة الأولى من تابو مرسي اتراب فناء القطب أو البيبولر هو أحد الاترابات المذكورة بالدليل التشخيصي والإحصاء الخامس أو يلي منعرفه بالDSM5 المستخدم لتشخيص الاترابات النفسية ويلي نشرته جمعية أمريكية للطب النفسي بشوه الاتراب دكتور ميشال؟ اتراب فناء القطب أو البيبولر هو اتراب مزاجي وين الشخص بيبقى بيقطع بمراحل فيها حالات كآبة أو حالات هوس كانت تسمى حالات مستية بيقلولها بالانجليزي مانيا أو هايبومانيا عادةً بيكون فيه مراحل فيها تقلب مزاج الشي الأساسي باقتراب الثناء القطب هو التقلب بالمزاج والمراحل بيتعفيع الشخص اللي فيها عوارد مزاجية ولكن هيدا الاتراب أوقات بضيع وممكن يكون فيه ضمن العوارد المزاجية كمان عوارد من غير أنواع مثل العوارد الظهنية اللي بتشبه عوارد بعض اترابات الظهنية أو مشاناك التشخيص أوقات بيكون شوية صعب ولكن التشخيص الديق هو كتير مهم كرمال العلاج يكون العلاج المنسب كنت عم بتقلي دكتور ميشيل أنه فيه تقلبات بين الاكتئاب وبين هواس أو الهايبومانيا مثل ما كنت عم بتقول فهل فيه أنواع مختلفة للبيبولر أو لأتراب ثناء القطب؟ نعم نحن اليوم نعتبر أنه هيدا طيف بمعنى أنه تقلب المزاج مش بالضرورة دايما بيكون مية بالمية نفسه عند الكل ممكن أشخاص يكون عندهم كقابة بمستوى كتير حادة لفترة معينة وممكن يكون عندهم حالات يعني مزاج بالعكس إيجابي ونشاط زيد أكتر من غيرهم بمعنى أنه تقلب المزاج ممكن يكون مختلف مستوى عند الناس مختلفة عند مرضى مختلفة مش ناك نحن نسميه بايبولر سبكتروم أو إذا بديك مثل نوع طيف يعني هلأ عادة إذا ما نتطلع على شو معرف عليك اتراب حسب الدليل التشخيصي الDSM5 يلي حضرتك ذكرتي فيه مبدئياً ثلاث أنواع اترابات ثناء الكتب يلي أكتر شيء بيلحكى فيهم يلي هنه أولاً اتراب ثناء الكتب النوع الأول أو البيبولر السؤولي طايب 1 يلي هو عادة الحالة تبقى أكتر حادة وأكتر صعبة مفروض يكون شخص عنده على قليلة اللي يصير في تشخيص حالة مسية أو حالة هوس يلي هي فول مينيا مش بس هايبومينيا يعني بدي يكون عنده العوارض الهوس بمستوى قوي ممكن كمان والأرجح معقول يصير عنده حالة كآبة ممكن تجي بعد هالحالة الهوس أو ممكن تجي قبل اللي بيصير أنه إذا أجد هالحالة الكآبة قبل ما يكون في أي حالة هوس أو مينيا ممكن الشخص يتشخص بالأول كأنه عم بيعاني من اتراب كآبة يعني هو الاكتئاب اللي نحن مثل ما بنعرفه لما يصير في عنا الحالة الهوس أو المينيا يلي هلأ طبعاً بيحكي عنا بالتفاصيل أكتر ساعتها منتأكد أنه هي منع حالة اكتئاب عادية أو منه بس اتراب كآبة عادة يلي هو يونيبولر منعتبر أنه الأرجح هو أكتر اتراب ثناء الكطب هلأ المستويات الشخص بيقدر يطلع فيها طلوع أو ينزل فيها نزول بتختلف بين شخص وشخص البيبولر هي لما الشخص كان عنده قطع بحالة اكتئاب مثل تشبه العوارض الكآبة العيادية مثل ما بنعرفها على الأجيلة لفترة أسبوعين والحالة اللي هي الحالة اللي بيطلع فيها طلوع بالمستوى اللي فيه أكتر إيجابية أكتر تفائل أكتر نشاط إلى آخره على فترة ريلي 4-5 ديم أو ما فوق ممكن هذا المستوى ما يكون كتير عالي وهون ساعتها إذا حالة الهوس ما لنا كتير مرتفعة فينا نفوت إذا بتحب بتفاصيل العوارض أكيد بس إذا ما كانوا العوارض كتير مرتفعة بالحالة المسية أو حالة الهوس ساعتها منحكي نحن بركة عن بايبولر 2 يعني اترابطونا الكتب من نوع الثاني هلأ في عنا نوع اتراب بيقولولو إذا بديك نوع بيسموه بالإنجليش سايكلوثايميا أو الدورات المزاجية وين الشخص بيطلع وينزل شوي بس ما بيكونوا العوارض بالمستوى نفسها يلي بيكون بيعانم اترابطونا الكتب الأول أو الثاني يعني خاصة المرحلة الكقابة ما بتكون بنفس القوة وبنفس الغمق إذا بديك مثل ما بتكون عادة بالبيبولر 1 أو بالبيبولر 2 دكتور ميشيل فينا نقول إنه كنا عم نقول إنه البيبولر 1 معقول يكون خطر أكتر لأنه في الفل هايبومينيا أو الهايبومينيا فل مينيا فل مينيا أو يلي قد تسمى هايبومينيا والمستوى يلي بيكون بيسموها هايبومينيا يلي هو شوية مينيا نيناتهم هني أصلا مستوى العوارض أكتر من الفرح والإجابية الطبيعية يعني نيناتهم بالحالتين المستوى أعلى إذا كان عنده مينيا بمعنى فول مينيا أو هايبومينيا يعني مستوى العوارض أقوى بكتير هني عادة العوارض بيكونوا الشعور بالفرح والتفائل الزيد اللي هو كتير كتير قوي لمستوى برات النورمال برات الطبيعي الحكي بيبقى كتير مضغوط وسريع لدرجة اللي ممكن الشخص يكون عم بيحكي بمستوى سرعة الأشخاص اللي حوالي ما عم تفهم عليه ممكن حتى كمان ينط من فكرة لفكرة بسرعة لدرجة أنه الأفكار ما تكون كتير مترابطة الأشخاص اللي بقى عنده كتير أفكار حابب يحكي عنها ممكن يغير الموضوع من لحظة للحظة اللي بيقولوله ريسينج ثوتس الشخص ممكن يكون عنده الرغبة أنه يكون عنده مصروف يصرف ويشتري أشياء ما أنه بحاجة لقلة لدرجة أنه ممكن تسبب له تهور من ناحة المصروف ومشاكل مادية الشخص ممكن يكون عنده رغبة جنسية كتير زيدة فوق الطبيعي أو تفكير زيد بموضوع الجنس مثل مستوى الوسويس أو الهوس ممكن كمان أوقات يسبب له مشاكل أو حتى يخليه أنه يقوم بعلاقات خارج الزواج أو بعلاقات هو أصلا ما كان بده إياها لو كان مستوى الرغبة ضمن المعدل الشخص ممكن يكون عنده الحماس أنه يفوت بمشاريع أكتر بكتير من ما الشخص يكون مزاجه معتدل لدرجة أنه ممكن يفوت بمشاريع يستطيع تسبب له إخسارات تسبب له مشاكل مع عالم تسبب له مشاكل بحياته العائلية إلى آخرها الشخص عادة كمان نلاحظ أنه مستوى نومه والناعص عنده كتير بخف لدرجة أنه ممكن ينام ساعة أو ساعة ويكونوا كافين أنه يكون تنهار نشيط أو حتى فيه أوقات الناس بيقولوا إذا كانت الحالة هي الفول مانيا أو حالة الهوس الكاملة أنه الشخص بيقدر يقع 3-4 أيام بدون ولا ديئة نوم ويضال عنده النشاط الكافي وأوقات كمان بيكون الشخص عنده ثقة بنفس أكتر بكتير من الزوم لمستوى شوي الشعور بالعظمة لدرجة أنه تبقى شوي واضحة بالنسبة للناس اللي ساكنين معه وحوله وأوقات بتصرف بالتصرفات شوي متهورة ممكن تسبب خطر على حاله أو على غيره بالمانيا اللي عم بيحكي عنه ممكن يجيب أوقات عوارض ذهنية يعني مثل نوع هالوسات صوتية هالوسات بصرية أو حتى أوهام يعني اعتقادات منا أبدا صحيحة خاطئة وعادة الفرق بينه وبين الأوهام والعوارض الذهنية طبع الفصام بالشخصية أنه بهالحالة الأوهام والهالوسات تبقى مرتبطة وإلى علاقة بالمزاج يعني إذا الشخص كان بالفول مانيا بتبقى لهالوسات والأوهام ماشي مع مستوى المزاج ومن نوع نوع المزاج والأفكار اللي أصلا هو عنده إياها بالهايبومانيا اللي هي نفس العوارض تقريبا بس بمستوى أقل يعني هايبومانيا بتعني شوية مانيا ويبقى الشخص مبسوط فرحان أكتر من الطبيعة بس مش للدرجة اللي كتعم بيحكي فيها أكتر الشخص عاباله يظهر مع الناس يتسير مع الناس يكون اجتماعي أكتر يمكن عاباله يكون شوية بيعجب بيغري الآخر عاباله يظهر يتسلى يصرف مصاري يمكن بينام بس ما بينام قد ما بينام عادة إذا بينام 8-9 ساعة بس رينام بركة 4-5 ساعة بس النوم بيكون طبعا اللي بيكون عنده ثقة بنفسه وممكن هالمرحلة تكون لقاله حلوة مبسوط فيها وحتى الناس اللي حواليه ينبسطوا فيه لأنه بتلك أنه بيحط جو حلو بالمجتمع وبالجروبي اللي هو فيه أنه ممكن هالشخص يحس حاله هو أكشلي كتير منيح وكتير مرتاح وسأته بنفسه كتير حلوة بدون ما يكون في عنا عوارد ضياع وعوارد ذهنية اللي هي بتكون موجودة بالفول مينيا بس شكرا كتير لهالوصف الدقيق دكتور ميشيل كان بس بهمني دايما بينسأل لما منحكي عن أي اضطراب أنه من هنا الأشخاص اللي معرضين أكتر من غيرهم لحتى يكونوا عندهم هيدا الاضطراب في أسباب معينة؟ أكيد نحن منعرف تقريبا إذا ما ناخد بشكل كتير هيك جزري ومحدد منقول تقريبا 1-2% من الناس بيعانوا بركة من البيبولي خاصة النوع الأول إذا منجي مننظر له كطيف كسبكتروم يعني الأشخاص اللي هني بيصير معهم حالات كآبة أبيزودز كآبة بس الأرجح هني بيكونوا أكتر العوارد طبعهم بتشبه عوارد ثناء الكتب بدون ما يكون عندهم هالعوارد طبع ثناء الكتب بهالوضوح ساعتها في نقول أنه في أكتر من 2% من الناس بينزلوا تحت هالخانة شو بقصد؟ يعني إذا نحن ما نجي بس نحدد للبيبولر 1 ساعتها نقول أنه 1 بركة لـ 2% من الناس بينزلوا تحت خانة البيبولر 1 بس نحن نعرف اليوم أنه هذا الاتراب لثناء الكتب هو مثل ما كنت عم بقول أنه منه نفس الشيء وبنفس المستويات وبنفس العوارد 100% عند كل الأشخاص اللي بعانوا منه هو أكتر طيف يعني سبكترم شو في أشخاص بيصير معهم كآبة بس أوقات مزاجهم بيتحسن حتى لو ما طلع فوق الطبيعة بس بيكون المزاج عم يتقلب يعني ما بيكون بس عنده شخص كآبة لفترة طويلة ممكن يكون عنده كآبة لفترة أسبوع أسبوعين بعدين يجي أسبوعين يكون مزاجه كتير مقبول حتى لو ما كان عنده هالحالة الهوس ولا حتى حالة شوية هوس بس إذا تحسن المزاج ممكن يكون عنده تقلب المزاج سهون عم نحكي نحن أكتر ناس بتثبط للعوارد أنه تتسمى ضمن هالثناء الكتب بشناك النسبة فيها تكون أعلى من 2% الأسباب اللي ممكن سبب أنه الشخص يكون عنده أو يعاني من الاتراب هي بالأول ويراتية يعني نحن نعرف أنه الأشخاص اللي بيعانوا من اتراب مزاجه أو اتراب ثناء الكتب في نسبة أعلى عنده يكون حدا بالعائلة خاصة الأرايب من الدرجة الأولى عندهم اتراب مزاجه أو اتراب ثناء الكتب وإذا بالعائلة كمان في اترابات ذهنية مثل السكيزوفرينة أو في صام الشخصية كمان ممكن يكون في حدا تاني بالعائلة عنده اتراب ثناء الكتب هلأ بدي يكون في عادة شوي بيئة حاضمة يعني العوارد سوري الأسباب الجينية لحالة منا كافية مهمة كتير لأنه أكثرية الناس بالعائلة بيكون عندهم حدا يعني من الاتراب يعني الأسباب الجينية بتلعب دور كتير كبير بس وقت بقى في أسباب بيئية اجتماعية بتخلي يصير فيه دافع أنه بتدفع العوارد تفوش مثلا إذا الشخص كان قاطع بمرحلة صعبة بحياته إذا الشخص تعطى المخدرات إذا الشخص تصرع على تغيير كتير كبير بيك تشينج بحياته ممكن هولي يخلوا هالعوارد أو هالجيني اللي عم بحكي عنه أنه يدوي ويسبب أنه هالاتراب يفوش ويبين من هوني أنا بهم ندوي على أهمية التواصل مع الخصائيين النفسيين أو طبيب نفسي بحال ملاحظة أي عارض لأنه مثل ما منعرف أنه في عوارد ممكن نشك أنه هي اتراب ثناء القطب وما تطلع أو أمور نحنا نكون مفاكرين أنه هي بسيطة وتطلع عن جد في وراها اتراب والشخص بحاجة لعلاج ومتابعة من أخصائيين مزبوط وبالأخص أنه أكترية الأشخاص اللي بعانوا من ثناء القطب عادة بيروحوا عند الحكيم أو عند المعالج النفسي لما يكونوا بفترة الكآبة أكترية الأوقات يعني لما الشخص هو يكون بإرادته بده يطلب المساعدة والعلاج بيكون بفترة الأحباط والكآبة مش ناكة أوقات إذا مش ساير مرحلة هوس أو مانيا يمكن إذا ما نحكى بهالموضوع المعالج أو الطبيب يفتكر أنه هي كآبة عيدية من النوع اليونيبولر العادي بقى قليل كتير لشخص يكون بالحالة الهايبو مانيا أو المانيا يعني إذا كان في شوية هوس أو كان في كتير هوس يحس حاله بحاجة لعلاج لأنه بيكون بمرحلة مرتاح فيها ومنيح فيها بحب إلفت نظر كمان أنه أوقات بيكون في عنا شوية عوارد من الحالتين الكآبة والمانيا بيجوا بنفس الوقت بيقلولها إذا بدك حالة مشتركة أو بيبقى فيه عندك أساس مثل نوع أحباط وكآبة وغضب وعدوانية ولكن الشخص عنده النشاط والطريقة التفكير والإدراء على أنه يكون عدواني ويكون أجرسيف يعني ممكن يكون في عنا شوي خليطة وقت من عوارد الديبرشن مع عوارد المانيا وهي دي الحالة بيقولها ميكست ستيت يعني في عندك عوارد مشتركة من هالحالتين وكمان طبعا هالحالة تضطر للاستشفى وأنه الشخص يدخل مستشفى دكتور بما أنه عم نذكر أنه مهم زيارة أخصائي نفسي أو طبيب نفسي فيك توصف لنا هيك باختصار شو الفحوصات أو شو الإجراءات يعني ممكن يمرأ فيها الإنسان يعني معقول يكون عنده اتراب صنائي القطب نعم اتراب صنائي القطب ما فيه له فحص من عمل إن كان فحص دم أو فحص للمتنقرات العصبية نيرو ترانسميتر مثل ما فيه كتير ناس تفتكر أو حتى فيه كتير ناس تدعي ما فيه فحوصات بيقدر واحد يعملها ولا دم أو أي صورة للراسة أو أي شيء فيها تأكد علمياً أنه الشخص يعاني من اتراب صنائي القطب يلي نحن نعمله بالأول بنا نتأكد أنه ما فيه مشكلة طبية يعني ما يكون فيه مثلاً ورن بالراس تيومر أو مثلاً تناول مخدرات أو أي نوع مشكلة هرمونية بالغدة مثلاً أو إلى آخرها شو بالأول بنا نتأكد أنه ما فيه مشاكل طبية عضوية نيرولوجية يمكن أو حتى تناول بعض الأدوية أو أي نوع مخدرات إلى آخرها بالأول تاني شغلة حتى ينعمل التشخيص بنا نسأل عن العوارد بطريقة كتير دقيقة ونتأكد إذا هذا الشخص مش بس عنده عوارد الكقابة بس كمان عنده عوارد الهوس اللي كنا عم نحكي عنهم أو إذا بالعيلي فيه حداً بيعاني من اترابات نفسية بالأخص اترابات المزاجية المزاج لأنه المعلومات اللي بنخدها من العيلي كتير بتعطينا فكرة شو الأرجح يكون التشخيص خاصة إذا التشخيص ما إنه كتير واضح وكمان بيهمنا نسأل أوقات أفراد العائلة أفراد العائلة بتعطينا معلومات أوقات بتفيدنا عن الشخص اللي هو إجال عننا هون طبعاً بتفرق إذا الشخص إجال لحاله ولا إجالنا حداً من أفراد عائلته لأنه ممكن إني يعطونا معلومات هو منهم لحظة بقى هي أكتر تعتمد على الكلينيك الانتربيو أو إذا بديك المعلومات اللي بنخدها إحنا من المريض أو من عائلة المريض وعن عائلة المريض إذا فيه شي وراته ما فيه فحوصات طبية أو أي صورة أو أي فحص بول أو أي فحص دم لأي متنقلات عصبية مع أنه نحن منعتقد أنه من الأسباب الجينية هي أنه بيكون فيه تخربط بمتنقلات العصبية يلي بقلولها نورو ترانسمترز مثلاً واحدة منهم هي لنقول مثلاً الدوبامين بس ما قلن فحوصات مثل ما كتير فيه ناس مفتكرة وأصلاً الجمعية لبنانية للطب النفسي طلعت بيان من شسنة تقريباً بتشدد على أنه هيدا الشيء منه موجود وأنه الأشخاص والمرضاء لازم تنتبه أنه ما ينوصف له فحوصات دم أو فحوصات لها المتنقلات العصبية لأنه هيدا الشيء منه مظبوط ومنه دقيق وأصلاً هنا هي ما بتعترف فيه موجود باعتقد على الرابط طبعهم للبني سايكاترك شوسائتي دكتور أوقات منسمع ناس بيقولوا أنه عاشوا 30 سنة من حياتي ولا مرة حسيت بأي عارض ليش أنا فجأة عمري 30 أو 32 بيان عندها الاضطراب نعم هذا السؤال كتير مهم وكتير حلو أكترية الأشخاص اللي بيبين عندهم العوارد طبع اضطراب ثناء الكتب بتبين على زغر عادة بين المراهقة وأوائل العشرينيات يعني إذا بدي أعطي رأم هيك تقريبة بس حتى الناس تقدر تحفظ بين الخمسة عشر سنة والخمسة عشر سنة بس ما بيستثني أنه ممكن حدا يبين هيدا الشي عنده بعمر غير يعني منه جبار يكون بس بين هالرأمين خمسة عشر في أشخاص ممكن يكون عندهم نوع اضطراب ثناء الكتب مثلا بيبين عندهم على عمر كبير يعني بيكون كل حياتهم كان يكون عندهم نوع كآبة ولكن أول مرة بيقطعوا بمرحلة الهوس أو المانيا أو الهايبومانيا مثلا على العمر الخمسين يعني مأخر بالحيات بقى هيدا نوع كمان بايبولر منه معرف عنه بالدليل التشخيصي بس كمان نوع من الأنواع البيبولر يلي بيانطرح وقاته وبيتشخص على أساسه بقى مثل ما قلتلك هو طايف يعني أول شي مش كل العوارد بتكون مية بالمية مثل ما مكتوبة بالكتاب دايما ومش دايما بتمشي مثل ما أكتريت الأشخاص بيصير عندهم العوارد سو ممكن العوارد تبين بعمر مختلف عن أكتريت الناس هلأ فيه إشهة تانية مهم واحد ينتبه له أنه كتير وقات فيه أسباب بتسبب أنه يصير فيها الاضطراب إذا حدا عنده استعداد بس الأسباب مثلا بتدفش الاضطراب بيكون هو يمكن ما كان رح يبين مثل المخدرات كتير وقاتنا نحن بنشوف أنه فيه أشخاص بيان عندهم اضطراب لنائق الكتب لأنه بلشوا مثلا يدخنوا الحشيش أو ماريوانا أو الويد اللي هني إشهة أكتريت الناس بفتكر أنه هي منة مضرة وهذا الشيء منه مظبوط وإذا يمكن منه مضرة لبعض الأشخاص مضرة لأكتريت الأشخاص بقى ممكن شخص يكون هذا الاضطراب مخبى عنده ومبركي أول مرة بحياته على العمر الثلاثين ابتدى أنه يتناول هالنوع المخدرات مثلا أو يدخن الحشيش أو أنواع الكانابيس ممكن ساعتها يضوي هذا الاضطراب ويبين عنده ويكون ما كان أصلا رح يبين لو ما أصلا تعاطى هالمخدرات مش أنك نحن موضوع المخدرات موضوع كتير نحن منشدد على عدم واحد يقرب عليه لأنه إذا كان في مجال أنه الشخص ما يبين عنده اضطراب من هالنوع ممكن يكون بسبب لحاله أنه يجهل الاضطراب إذا كان عنده الاستعداد وكان ممكن يكون عيش كل حياته بدونه حكينا عن كيف بيظهر هيدا الاضطراب وبنسمع كتير أنه هيدا مرض مزمن يعني وقتا أنا شخص بيصير عنده أو بيعرف أنه عنده اضطراب ثناء القطب هيدا الشي رح يبقى معه للأبد هل هالشي مزبوط وشو دور العلاج بهيدا الحالة؟ نعم مزبوط هلأ نحن مثل ما كنت عمقول أنه بالأول بدون عمل تشخيص دقيق إذا التشخيص ما كان شي عضوة يعني مش مشكل غدة أو هرمونات أو مش مشكل طبية مش مشكل دماغ نورولوجي إلى آخر يعني من وراء الأدوية يعني في عنديك أشخاص مثلا ممكن يتناولوا الهايبومانيا أو المانيا اللي هي الهوس أو الهوس الأليل وممكن إذا توقف دوال الاكتئاب الانتادي برسنت ممكن شخص ما يرجع يصير عنده هالحالة بقى مش بالضرورة تكون الحالة إذا بدك دايما حتريده إذا ما أخد أدوية مش هناك في شي بيقولوله الحالة إذا بدك حالة الهوس اللي هي سببها دوال اكتئاب ببعض الحالات طبعا مش عند أكتريت الناس أو بس إذا إذا التشخيص إذا التشخيص كان بيبولر بكل معنى الكلمة خاصة النوع الأول الأرجح هذا اتراب مزمن مثله مثل اتراب السكري أو اتراب الضغط مثلا يعني الشخص حيضطر يكون على علاج خاصة طبي بالدواء على مدى الحياة وهون أنا بشجع أنه كل شخص عنده هالتشخيص أو تشخص بهالاتراب وكان التشخيص مأكد أنه يضلوا متابع مع الطبيب النفس طبعه لأنه الدواء هنا ضروري الشخص اللي بوقف الدواء وعادة بوقفه لما يكون شوية المزاج تحسن بيفتكره أنه ما ننبقى بحاجة لقلوه ولكن بيدفعوا تمنى الشغلة لأنه بيرجعوا بيقشطوا أشطى بكآبة كتير قوية وبترجع بيصير صعب يطلعوا منها حتى لو ما على علاج الطبي وقوات بيستدع أنه يفوتوا على المستشفى هي لازم المريض يكون ملتزم فيه ويكون ماشي مع الطبيب النفس يتبعه بطريقة منتزمة الشغلة الكتير مهمة أنه يكون فيه كمان علاج نفسي مع الدواء لأنه المريض لازم يعرف حاله أول شيء متى هالعوارض عم بلش تبدأ تبين إذا كانت عوارض الهوس أو عوارض الكآبة خاصة عوارض الميني أو الهوس لأن الشخص يكون عم يتحسن عم يتلعب يظهر أكتر عم يتلعب يأكل أكتر يروح على مطاعم أكتر يصرف أكتر يحكي أكتر هو لي لازم ينتبه له النوم وبيخف بقى ما بيكون حاسس حاله أنه عم بيفود بهذا الأبيزود إذا ما كان عنده الإدراك والوعي الكيف اللي ممكن يستفيد منه بالجلسات العلاج النفسي وكمان الجلسات العلاج النفسي فيها تساعد أنه لما تدخل أفراد العيلة ضمن العلاج لأنه نحن بالنهاية نعيش مع أحبائنا وأهلنا وأصحابنا اللي ممكن يلاحظوا علينا أشياء ويقدروا يساعدونا ويفتولنا نظرنا وكمان مهم كتير أنه بالعيلة يكونوا عندهم إدراك وواعي على شو المشكلة لأنه في كتير ناس بيفتكروا أنه هذا الشي مثل شخصيته للإنسان أو أنه بده يكون هيكي وأنه مثل كأنه بيقدر يوقف هيد الحالة هو بإيده يعني بيقول له مثلا شد حالك أو ما بقى تعمل هيك ولكن هيدا المشكلة وأكتر ما أنه شي الشخص بيقدر بكابسة زر يوقفه أو يغيره هيدا بده علاج طبي مع علاج نفسه والعيلة واهتمامه ومشاركته بالعلاج طبع المريض كتير كتير عامل مهم لنكون نحن مأكدين أنه هالإطراب under control شكرا كتير للنصايح يلي اعتيتها للأشخاص يلي محيطين بالشخص المشخص بإطراب هنا القتب وأنا من هون حابة أعطي بعض النصايح للأشخاص يلي عايشين مع إطراب هنا القتب من هيدول النصايح أول شي بقلو ثقف حول حالتك لأنه هيدا شي رح يمكنك لحتى تفهم شو الوضع يلي أنت فيه وممكن يعزز مشوارك مع العلاج والتعرف على التغيرات والحالات المزاجية اللي ممكن تقطع فيها وكمان الشخص فيكون هو عم بيساهم بتثقيف العيلة والأصدقاء بوضعه لنفسه تانيا الحفاظ على نظام حياة صحة من نوم وطعام ورياضة لأنه هنه جزء كتير أساسي من الصحة النفسية كمان كتير مهم الشخص ما يجعل المرض أساس الحياة يعني بيبقى المرض هو جزء من حياتنا ما بيكون هو حياتنا أو الشي الأساسي ومن هون ضروري دايما بينذكر أنه هيدا الشخص هو بايبولر لا هو مشخص مع هيدا الاتراب بس هيدا الاتراب ما بيصنفه رابعان الانضمام إلى مجموعات دعم للأشخاص المصابين بالاتراب ثنائي القدب ممكن يساعد لأنه الشخص بيحس أنه هو مش لحاله وأنه قادر يشارك التجارب اللي هو عم بيقطع فيها خامسان مهم نتعلم طرق للإسترخاء يعني وقتها من نكون أنا بعرف بهيدا الوضع أو بهيدا المزيج فيني أعمل طرق معينة لحتى روّق حالي أو انتبه على التصرفات تبعي سادسا الحفاظ على عاليقات صحية والابتعاد قدر الإمكان من الأشخاص السمين سابعا الابتعاد مثل ما كنت عم تقول دكتور عن الكحول والمخدرات ومهم كتير الأشخاص يريقبوا المزيج ويدونوا هيدول التفاصيل لأنه هذا شيء ممكن يساعدهم ليعرفوا إمتى هنه بيكونوا بمزيج سيء وإمتى بيكونوا بمزيج جيد وأخيرا مثل ما كنت عم بتقول أهمية الدواء الدواء يلي هنه عم بياخدوه فيكونوا عم بياخدو الدواء تبعون على الوقت اللي حددو الطبيب ما بعف إذا عندك شيء تزيده لهيدول الأشخاص دكتر ميشيل لا بعتقد اللي حضرتك قلتي كتير مزبوط وأنا حبيت الفكرة اللي أنت مثل ما عم تقول الشخص اللي بعاني من هالإتراب أنا بقول أنه الشخص بعاني منه هو منه الاتراب طبعا هو بعاني من هالإتراب مثل ما ممكن يكون بعاني من مثلا مرض السكري كمين بس هيدا الشيء ما بيكون هويته للإنسان وشغلة تانية مش حق على الإنسان إذا كان بيعاني من هالإتراب هيدا إتراب ما بيجي لأنه الشخص قرر يجيبه على حاله دونك بمعنى أنه الشخص مش لازم يحس مثل كأنه كان فيه قدر يعمل شي لحتى يتفاده الشغلة الوحيدة اللي بقدر أنا أقوله أنه فيها لازم الواحد يتفادها لأنه بقدر يتفادها هالإتراب هو تناول أي نوع مخدرات لأنه هيدا الشغلة اللي ممكن تخلي الواحد يكون يسبب لحاله أنه يجيبها الاتراب عليه الشيء الثاني ممكن تجي بس لأنه موجود وراتيا بالجسم تناول دواء بانتظام كتير مهم المتابعة مع الطبيب النفس الساكاتر بانتظام كتير مهم خاصة بعض الإدوية اللي تتاخذ اللي هي مثبت المزاج أو المستابليزر بحاجة لفحص دم بشكل منتظم ليتأكد أنه مستوى الدواء بالدم منيسة بزابط أنه الشخص يروح على موعده يعني معيده يلتزم بموعيده يلتزم بالفحصات الدم لحتى نتأكد أنه الكبد الكلاوي والأدوية بمستوى اللي مفروض تكون فيها وإذا كان عم بتتابع علاج نفسي ياخذ هالموضوع كمان بجدية لأنه دراسات كتير واضحة أنه لما يكون فيه ترافق مع الدواء والعلاج النفسي مع بعضهم النتيجة بتكون أحسن بالوقت الحال اللي يتحسن أسرع وعلى المدى البعيد كمال تخف نسبة الانتكاسة دكتور هلأ رح نجاوب على أسئلة شائعة كتير بجواب أصير تقريبا إذا منا نقول ذكور وإنس من معرض أكتر حسب البيبولر لأنه في عندك different types يعني هنا بالبيبولر في types وين الرجال والنساء معرضين أد بعضهم بس النساء ممكن معرضين أكتر لأنه كمان اللي هو ممكن يخلي هال الجين اللي مرتبط بالبيبولر يضوي أكتر بس حسب نوع البيبولر لأنه في عدة أنواع ممكن الأطفال يشخصوا بإتراب ثناء القتب؟ نعم ممكن أكيد ممكن عادة أكترية الوقت منشوفه فوق العمر الخمستاش بس أنه بيصير في حالات قليلة نادرة وين ممكن ولد تحت الخمستاش يكون عنده هالعوارض اللي كنا نحكي عنه قبل الواردة نعم دكتر ميشيل كنت عم تقلي أنه في العارض الوراثي فيه دور كبير هل الشخص فيه يعرف إذا هو معقول ينقل اتراب ثناء القتب لأطفاله؟ لا للأسف ما فيه ولا فحص دم بيدل على إذا الشخص أصلا حامل هيدا الجين أو إذا فيه شيء يقدر يعمله حتى يبين إذا هو عنده أي نوع مشكلة بمتنقلات العصبية يعني نورو ترانسمتر لا يقدر يعرف إذا بالعائلة فيه حضن النسبة أعلى بس بذات الوقت كمان مش كل الناس اللي عيونهم زرق أولادهم كلهم عيونهم زرق يعني مش هزا شخص يعاني من اتراب مزاجة يعني كل الولاد حيكون عندهم اتراب ويمكن كمان يكون عنده ولدين ثلاثة ولا واحد يصاب بهذا الاتراب يعني نسبة الانتقال موجودة بس منا مية بالمية النسبة خفيفة بس موجودة أوكي دكتور الشخص يعني مشخص بإتراب ثناء القطب هل هو معرض لمحاولات انتحار أكتر؟ نعم إذا كانت الحالة الكآبة شديدة نسبة الانتحار أعلى من الحالات النفسية الأخرى أو إذا كان فيها المرحلة والحالة اللي وصفت اللي هي الميكس أبيزود وين الشخص بيكون عنده شوية عوارض من الحالتين الكآبة والهوس مع بعضهم نسبة الانتحار محاول الانتحار أعلى يعني بالبيبولر بشكل عام الرزق أنه حدا ينهي حياته أعلى من كتير اترابات نفسية أخرى وهون أنا بحب شدد على أنه إذا الشخص كان كمان أجي أفكار انتحارية أو عم بيفكر بالموضوع وملايقى أنه ما في حل أنه يتصل ببعض الأرقام اللي هي المساعدة للأشخاص اللي هن بهالمرحلة بيناتهم في جمعية إمبريس اللي عندها رقم ساخن اللي هو بعتقد 15-64 إذا كان في أي أنوع أفكار انتحارية أو أي شعور أنه ممكن الشخص يأذي حاله بس هيدا بالبنان صح؟ إمبريس هيدا بالبنان نعم مزبوط شكراً كتير على هاي المعلومة أساسية جداً دكتور دايماً بينسأل أنه الأشخاص اللي عندهم اترابات نفسية ما فيهم يعيشوا حياة عادية هل هيدا الشي بينطبئ على أشخاص المشخصين بإتراب هنا القطب أو فيهم يكونوا بعلاقات ويكفوا حياتهم عادة؟ السؤال كتير حلو الشخص اللي بيتابع العلاج بطريقة منتظمة وهم بياخدوا الأدوية بوقتها وعم بيعمل العلاج النفس المناسب والبيئة اللي حواليه إذا الحاضن كانت بيئة صحية ما في سبب أنه الشخص ما يقدر يعيش حياة طبيعية المشكل هو أنه الشخص أوقات يلي بيعمله أنه بيصير يفتكر أنه لما يكون صار أحسن أنه صار وقت أن يوقف الدواء أو يوقف العلاج وهون نسبة الانتكاس بتصير عالية وولا ما يصير في الانتكاس بتسبب مشاكل عائلية بالبيت بتسبب مشاكل زوجية بالثناء عند الثناء إذا الشخص كان بعلاقة بتسبب مشاكل مادية إذا الشخص مثلا صار عنده هذا الحال اللي وصفته قبل بيصرف مصاري بدون كنترول أبدا بتسبب مشاكل مادية كتير أو إذا فات بمشاريع عادة ممكن تكون متهورة منها كتير مدروسة بتسبب له أنه يصرف مصاري على أشياء منها كتير ضرورية أو قد حتى بمستويات كبيرة يعني بمعنى يحط مصاري مبالغ كبيرة إذا الشخص كان عم بيتابع العلاج المزبوط والعلاج المناسب حاجة لقلو ما في سبب أنه ما يقدر يعيش حياة طبيعية سؤال أخير دكتور ميشيل هل المرأة الحامل فيها تكفي العلاج اتراب ثنائي القطب عادة الأدوية عادة منها كتير محبزة بوقت الحمل يعني مبدئيا أكتريت الأطباء النفسية أنا مني طبيب نفسي بس أكتريت الأطباء النفسية بتفضل أنه الإمرأة ما تكون عم تيخد دواء وقت الحمل إلا بيفتكر أنه بلاي أنه أنسى بتضل على الدواء طبعها إذا هي بنسبة انتكاسة عالية يعني هون القرار بيرجع للطبيب النفس اللي هو عم بيعالج الستة اللي ممكن تكون حامل يعني أنا برأيي أنه لما الإمرأة بدأت تفكر تصير حامل إذا أصلا هي بتعاني من انتراب ثنائي الكتب وعم تيخد دواء دايما تكون متابعة مع الطبيب النفس طبعه والطبيب النساء طبعه وقفوا ساعتها بدأت تكون عم تتابع من الأطباء لحتى يتأكدوا أنه حمل عم بيكون بطريقة صحية بس ما في شي بيأكد أنه الأدوية كلها وأكتريتها هي ما بتسبب مشاكل مش نيك لازم دايما تراجع الطبيب النفس طبعه من هون منشوف الدي أساسي المراجعة دايما مع المعالج النفس ومع الطبيب النفس بحال في أي تغيرات وبحال فيه شكوك بأي اضطراب نفسي الشخص عم بيعاني منه شكراً كتير دكتور ميشيل نوفل على هالنقاش المفيد بالنهاية مهم نتذكر ونتقبل أنه الاضطراب النفسي مش عيب ولا غلط سين دول أشخاص مثل ما هني بحاجة لأنه سوا منقدر نخلق جو بخفف العوارد شكراً كتير لكل يلي سمعونا وما تنسوا تتابعوا صفحته على انستغرام لإرسال أسئلتكن فيكن تلاقونا على جميع التطبيقات وما تنسوا تشاركوا البودكاست وتتابعوا باي